وزير التعليم يعلن نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم تنفيذ الحكم بحد الحرابة لمنفذ عملية الهجوم على الفرقة الاستعراضية بموسم الرياض وأكثر من ستمائة ألف مكلف يستفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة وتتابعون معنا هذا المساء معمار سعودي يحول منزلا عمره تجاوز 27 عاما إلى لوحة فنية يا هلا من هنا البداية حياكم الله أنا جمال المعقل ورحب بكم في حلقة جديدة مني يا هلا البداية من بيان وزارة الداخلية إذا أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بحد الحرابة في الرياض بحق المقيم اليمني عماد المنصوري الذي نفذ هجوما إرهابيا بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض وطعن أحد أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن وهو ما دعا إلى ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعف في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهاب في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال ولأن ما أقدم عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد للشيخ نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية واستمرار عمليات التعليم عن بعد ونشر الوزير عبر حسابه الرسمي في تويتر قبل ساعات استمرارا لجهود القيادة عزها الله في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بعد بجهود مشكورة من معلمين والإداريين فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية والسمرار عمليات التعليم عن بعد استفاد أكثر من 637 ألف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة والتي دعت إليها الهيئة العامة للزكاة والدخل للمكلفين بالاستفادة من المبادرات التي أطلقتها مؤخرا بهدف التخفيف من الأثار الاقتصادية والتنموية حيث استفاد أكثر من خمسة ألاف مكلف من تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل وأشارت الهيئة إلى أن تعليق غرامات التأخر بسداد الأقصاد شملت جميع المكلفين المسجلين ولديهم أقصاد تستحق إلى فترة المبادرة في حين من المتوقع أن يصل عدد المكلفين المستفيدين من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9000 مكلف مستفيد لتفاصيل أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حياك الله معنا أستاذ حمود يا أهلا أستاذ جمال مساء الله خير مساء النور أستاذ حمود أود أن نلقي الضوء عن هذه المبادرات التي تم إطلاقها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل لو تحدثنا عنها لو سمحت مساء الله خير لكم مساء الله أخوة المشاهدين طبعا اتلاقا من الأمر الملكي الذي وجه للحد بوضع حوافز مبادرات تهدف إلى الحد من الأثر المال وقتصادي وتماشر مع دور الهيئة وتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى أطلقت الهيئة عدة مبادرات هذه المبادرات تهدف إلى بقاء سيولة لدى القطاع الخاص لمساعدة في مزاولة نشاطه وعدم التأثير عليه تتمثل أبرز هذه المبادرات تأجيل تقديم إقرارات ضريبة الدخل وكذلك الزكاة وكذلك تأجيل تقديم إقرارات ضريبة القيم الضافة وضراب التقائية وضراب استقطاع كما شملت هذه المبادرات كذلك إلغاء جميع الغرامات المترتبة على هذا التأجيل سواء كانت غرامة تأخر في السداد أو غرامة تعديل الإقرارات وكذلك غرامات المترتبة على تقسيط المبالغ التي تم جدولتها سابقا قبل المبادرة كما شملت المبادرة أيضا التوسع في عملية الأقصاط أو عملية تقسيط مبالغ مستحقة سابقا وكذلك الغرامات عدم التعاون عند الفحص الميداني كما شملت هذه المبادرة منح شهادات زكوية لجميع المكلفين بدون أي قيود وكذلك تعجيل طلبات استرداد الضرائب المسددة أو زكوية المسددة لدى الهيئة بزيادة من قبل المكلفين لو نبغى نتكلم عن فترة التأجيل سيد حمود ما هي فترة التأجيل؟ طبعا فترة التأجيل المبادرة انطلقت من 19 مارس 2020 إلى 30 يونيو جميع القرارات التي ستكون أو نستحق بهذا الوقت سيتم تأجيلها مثلا قرارات ضريبة تلقي مرافع كما هو معلوم هناك قرارين قرار شهري لبعض الشركات وقرار ربع سنوي سيتم تأجيلها حتى يتم تقديمها بعد 30 ستة كذلك أي غرامات تترتب خلال هذه الفترة يتم تأجيلها أو عفوا الغرامات يتم إلغاءها نهائيا لا يوجد أي غرامات كما هناك طبعا مبادرة من الهيئة تهدف الهيئة إلى المكلفين الغير مسجلين في الهيئة والذين كان يجب عليهم التسجيل قبل مبادرة أن يفتحوا عن أي مبالغ ضريبية لم يصفحوا عنها والتسجيل في الهيئة مبادرة الصحة الهدف منها زيادة انتزام الطوعي هذه المبادرة سوف تلغى أي غرامات مترتبة على عدل انتزام مثل غرامة التأخر في التسجيل غرامة التأخر في تقديم الأقرارات أو غرامة التأخر في السلال طيب لو نبغى نتكلم عن الفئات التي تستفيد منها نحن نتكلم عن المؤسسات فقط هنا عن من نتكلم هنا إذا تحدثنا على الفئات المستفيدة نتحدث عن جميع الأشخاص المسجلين لأغراض الزكاة أو لأغراض ضريبة الدخل أو مكلفي الذين يقدمون إقرارات ضريبة التقطاع التي تفرض على غير مقيم وكذلك مكلفي ضريبة القيم غرافة أو مكلفين الذين يمارسون لنشاط السلع الالتقائية والتي حددت بثلاث سلع أو أربع سلع المشروبات الغازية والتبغ ومشروبات الطاقة والأصائر وكذلك مكلفين الخمس مكلفين هؤلاء أو المستفيدين منها سواء كانوا شركات سواء كبيرة أو متوسطة هنا هدفين متوسطة صغيرة طبعا أو الأفراد المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة جيد هنا بسألك إذا كان يتوفر عندك نسبة لمستفيدين من المشاة المتوسطة أستاذ حموت طبعا هذه المبادرة أفرضت أعداد كبيرة واستفادوا منها وما زلنا متواصلوا مع المكلفين لشرح هذه المبادرات لهم للاستفادة الغرض لها عندما أطلقت هذه المبادرات تهدف أن جميع المكلفين المسجل يديها وعملها يستفيدون من هذه المبادرة طبعا نسجت أن هذه المبادرة أرقام طبعا مبدعية حاليا متوقعا تزيد الأرقام مثل الذين حصلوا على شهادات ذكوية تجاوزوا 637 534 ألف مكلفين الزكاة الذين استفادوا من تأجيل سداد وتقديم إقرارات الزكاة تجاوزوا 638 ألف ومكلفين ضريبة القيمة المضافة الذين استفادوا من تأجيل إقرار ضريبة القيمة المضافة تجاوزوا 228 ألف كما وصلت طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9 ألف طلب وثم معالجتها كما استفاد من الغاء أو تعجيل سداد الضريبة من خلال الاسترداد سواء لمكلفي ضريبة القيمة المضافة 213 ألف ومكلفي الضراب الذين استردون سلع التقائية تجاوزوا 818 مكلف 9 ألف طلب اللي تم معالجتها هذه تم معالجتها خلال كم يوم طبعا كانت الهيئة سابقا لديها 30 يوم نعم سابقا 30 يوم لأجل معالجة طلبات الاسترداد لكن الآن المدة أقل من ذلك بأسرع وقت يتم موافق على طلبات الاسترداد شكرا جزيلا لك وشكرا لجهودكم أستاذ حمود الحرب المتحدثة رأس من الهيئة الزكاة والدخل هذه الجهود طبعا هي امتداد لجهود الحكومة تجاه القطاع الخاص بما يخف من التداعيات القائمة حاليا نحن شهدنا الكثير من المبادرات التي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية تأتي مبادرة الهيئة الزكاة والدخل اليوم لتضاف إلى هذه المبادرات التي تهدف اليوم إلى دعم وتحفيز المؤسسات الوطنية وتحديدا كما ذكره أستاذ حمود المنشآت المتوسطة والصغيرة جهود مباركة من تبع الحكومة هدفها الأول هو المحافظة على الاقتصاد المتين وأيضا تخفيف من الأثار التي نعيشها اليوم في ظل أزمة كورونا ننتقل وإياكم في هذه اللحظات كما اعتدنا نستعرض إيجازا عن المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة المؤتمر اليومي عن آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد نتابع في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 518 حالة جديدة توزعت هذه الحالات كما تلاحظون في مجموعة من المدن حول المملكة العربية السعودية وسيتم مشاركة التفاصيل معكم إن شاء الله في تقرير لاحق لهذا المؤتمر إضافة إلى انعكاسها على الخارطة الموجودة والبيانات التفصيلية المتوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي covid19.moh.gov.ca بذلك يصل إجمال الحالات في المملكة إلى 6380 حالة مؤكدة من بين هذه الحالات لا تزال تتلقى الرعاية الصحية المناسبة لها 5307 حالات معظمها بحمد الله وضعها الصحي مطمئن ومستقر فيما 71 حالة منها تعتبر حالات حرجة وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة المخصصة للتعامل مع هذا النوع من الحالات ارتفع عدد حالات التعافي بتسجيل 59 حالة تعافي إضافية ليصل إجمال حالات التعافي بحمد الله إلى 990 حالة فيما تم تسجيل أربع حالات وفيات وهذه الوفيات لغير سعوديين حالتي وفاة في مكة المكرمة وحالة في المدينة المنورة وحالة في جدة تراوحة عمارهم بين 35 وال89 عاما ومعظمهم كان يشكو ويعاني من أمراض صحية مزمنة رحمهم الله جميعا الأماكن عالية الخطورة متعددة ومن ضمنها المواقع التي تعتبر مساكن وبالذات مساكن العمال تم رصد عدد من الحالات الإيجابية في هذه المواقع انتشارات أيضا سجلت في بعض من هذه المواقع نؤكد على الجميع نؤكد لساكنيها نؤكد للمشرفين عليها نؤكد لأصحاب المؤسسات والشركات أهمية التقييد بالتنظيمات التي تكفل بإذن الله بقاء هذه الأماكن في حالة جيدة وصحية أفضل وأقل مخاطر بإذن الله ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا تم منع صغار السن ممنهم أقل من 15 عاما من دخول كافة المتاجر ومن ضمنها الهايبر ماركت والتموينات لذلك ندعو الأسر من مواطنين ومقيمين إلى إبقاء أبنائهم وبناتهم ممنهم أقل من 15 سنة داخل المنازل حفاظا على صحتهم وسلامتهم الرقابة على الأسعار كيف تتم؟ هذا سؤال يتداوله الكثيرون لذلك لابد من الإشارة إلى أن هناك نظام إلكتروني للرقابة على أكثر من 116 سلعة نظام إلكتروني يرصد خط سير وسعر السلعة من خلال المدة الزمنية المستهدفة كل سلعة يتم تحليل مبلغها وكم هو ويتم مقارنته ببقية المناطق في المملكة إضافة إلى تحليلها ومقارنتها بدول الجوار وما خضعت إليه من متغيرات عالمية أو متغيرات محلية مخالفات الأسعار تبدأ من ألف ريال وتصل إلى خمسين ألف ريال تصل في حالاتها أيضا إلى مليون ريال وعندما يثبت أن هناك تلاعب بالسعر واستغلال تداعيات هذا الظرف والأزمة بتجفيف السوق وإهام المستهلك بأن هناك نقص في عرض هذه السلعة وتخل هذه بالمنافسة تتحد أنظمة وزارة تجارة استثمار مع نظام هيئة المنافسة ويكون هناك غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال تصل أيضا هذه الغرامات إلى ثلاثة أضعاف للأرباح المتحققة إضافة إلى عشرة في المائة من المبيعات السنوية قد تكون هذه أيضا إحدى الغرامات التي تطبق بحق من يتلاعب في تنافسية السلعة ويهددها فاصل أحياكم الله جميل وفق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة عبر الاتصال المرئي على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية هذه اللائحة التي سنتحدث عنها اليوم هي أيضا تنظم أخلاقيات المتعاملين فيما يتعلق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي تم تطويره خلال الفترة الماضية والعمل عليه من عدة جهات حكومية هذا النظام نعم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي خضع للكثير من التحسينات إذا جاز لنا التعبير هذه التحسينات يفترض أن تزيد من كفاءة الأجهزة الحكومية فيما يتعلق في المنافسات والمشتريات الحكومية من كفاءة الانفاق تزيد من جودة أيضا مخرجات فيما يتعلق بمشتريات الأجهزة الحكومية في السابق كان هناك عدة معايير تتعلق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وجب أن النظام هذا يتغير ويتفاعل مع التغييرات القائمة والحاصل اليوم في قطاع الأعمال ويتوائم معها بشكل مرن وسلس ولكنه في ذات الوقت يحفظ للجهة الحكومية صلاحية أو حق اختيار المنتج وفق الجودة ووفق السعر الأفضل سنأخذ تفاصيل أكثر مع الأستاذ صاحل ننزل كاتب الاقتصادي المختص بشؤون التنية والتوطين ولكن بعد الفاصل حياكم الله من جديد حديثنا عن لائحة تنظيم أخلاقيات القائمين على مشتريات الحكومية التي قرها مجلس الوزراء مؤخرا ينضمينا عبر سكايب الأستاذ صارحي العنزي الكاتب الاقتصادي والمختص بشؤون التنمية والتوطين نحياك الله أستاذ صالح اسمعني أسمعك طيلا أستاذ صالح اليوم نحن نتكلم عن لائحة تنظيم أخلاقيات القائمين على المشتريات الحكومية لو نبغى نتحدث عن فكرة هذه اللائحة ونبسط مفهومها فقط للمشاهد ماذا نستطيع أن نقول القائمة هي مكملة لكثير من ما قبلها خلينا نبدأ بمبدأ سيادة القانون نبدأ سيادة القانون مبدأ أعلن سيدي ولي العهد وأعلنته قيادة الرشيدة وهو مبدأ لانتحدة اليوم كل الأنظمة هذه تساهم في تعزيز جانب الأخلاقيات المهنية جانب كبير منها لمنع تأثير المصالح الشخصية الإضرار بالمال العام الإضرار بالاقتصاد الإضرار بالمجتمع الإضرار بالخدمات القائمة لا يحتمل التي صدرت هي امتداد كامل لتعزيز النهج الشفافية النهج النزاهة ونهج القائمين للشفافية تعزيز الشفافية وأخلاق المهنية وتعزيز مبدأ الأمانة والالتزام والنزاهة لدى العاملين والمتعاملين في شأن المشتريات الحكومية والمتعاملين مع المال العام في المنكة والسعودية هل يعني أنه هذه اللائحة اليوم لما نتكلم عن لاحة تنظيم الخلاقيات القائمين عن المشتريات الحكومية هل تخص بس العاملين والموظفين المختصين بالمشتريات الحكومية أو لا تتعداهم إلى شيء أكبر القائمة واللواحة التنظيمية سواء كان لاحة تنظيم تضارب المصالح واخلاقيات المتعاملين هي تطال أو تتعلق بكل من له علاقة بعملية المشتريات الحكومية أو التعامل مع المال العام سواء كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة الجميل في القرار هذا هو امتداد لنهج قيادتنا الحكيمة التي تعزز مبدأ الشفافية تعزز مبدأ العدالة القائمة تطل كل من يتعامل في هذا الشأن كل من يتعاطي بشأن المال العام أو الخدمات المقدمة للمقبل الحكومة ومشتريات الحكومية سواء كان من الموظفي القطاعات الحكومية أو حتى كمان من المتعاملين معهم من المقاولين والمتنافسين والموردين المتعاملين على الجهة الحكومية وهذا يتؤكد أن لا أحد فوق القانون هي تعزيز لمبدأ المسائلة الذاتية مبدأ المسائلة المواطنية عند العاملين سواء كانوا في الأجزاء الحكومية أو الموردين والشركات القطاع الخاصة المتعامل مع الجهات الحكومية أتكلمت عن تعارض المصالح هنا هل يعني أن هذه اللائحة تركز على تعارض المصالح بين الموظف العام اليوم والتعاقد مع مقاول معين أم أنها تتعدى إلى أكثر من هذا المفهوم؟ نحن نتكلم أخي جمال عن لائحتين وليست لائحة أنا أتكلم عن أخلاقيات القائمين الآن بالضبط أخلاقات القائمين اللائحة الأولى التي صدرت في القرارة هي تتعلق في تنظيم أو تعريف على الأولى تتعلق بتعريف لتضارب المصالح أو المصالح المشتركة وتحط لها أطر وآليات مناسبة لها بما أننا تتكلم أخي جمال عن أخلاقيات العمل لا هذا يتتكلم عن تبني مبادئ النزاهة مبادئ العدالة مبادئ الشفافية في التعامل في شأن المشترايات الحكومية سواء كان من المتعاملين من الجهات الحكومية أو المتعاملين معهم من خلال القطاع الخاص فهي تتكلم عن تعزيز النهج الشفافية تعزيز النهج العدالة مبدأ الالتزام الشخصي الالتزام المواطنة عند المواطن السعودي سواء كان في الجهاز الحكومي أو كان في القطاع الخاص كيف تنظم هذه اللائحة هذه العملية أو اللائحتين كيف تنظم عملية المسائلة والنزاهة والشفافية كيف نضمن وش الإجراءات اللي يتطبقها اللائحة عشان نضمن الوصول لهذه النتائج طبعا المبدأ الأساسي في هذه اللائحة أو لائحة أخلاقة المهنية هي تدعو أو تلزم أو تضع مسؤولية على كل متعامل من شأن المشترات الحكومية أن يكون ذو حساسية عالية تجاه شبهات الفساد أن يكون لديه المبادرة للامتناع عن أي فعل أو أي تصرف بقصد أو بغير قصد أو بجهل الأنظمة قد يؤدي للإضرار في مصالح المشتريات أو مصالح الدولة أو الأضرار بالمال العام فاللائحة بمجملها وكل قوانين وبغاتها هي دعوة وحافظ وتحفيز وتشجيع للمتعاملين ليتوخوا أعلى درجات الحيطة والحذر وحساسية المواطنية عندهم في التعامل مع شأن العام بالإبلاغ فيها بنو تتكلم عن كيفية الإبلاغ كيفية الرصد كيفية الحذر من بعض التصرفات بجملتها ولكن الهدف العام وخلق هل حافظ لدى المتعاملين ليكونوا أعلى درجة بالحذر والحرص والحساسية اتجاه التعاطي بالشأن المشتريات نعم تقرر للائحة أنه على الجهة الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية أن تضع سياسات لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطر في معالجة حالاته أيضا هذه الإجرات تضمن منع تعارض المصالح والحد منها والإفصح عنها واكتشافها هل يعني ذلك أن الجهات الحكومية ستلجأ مستقبلا إلى توقيع إقرار على كل العاملين فيها على نماذج تعارض المصالح لضمان الجانب القانوني في تطبيق هذه اللائحة أخي جمال كل جهة حكومية لها طبيعة عملها ولها نشاطها المعين واللوائح والأنظمية يجب أن تكون تراعي طبيعة عمل النشاط طبيعة احتياج المشتريات لدى النشاط طبيعة حجم المتعامل عند النشاط هذا الموضوع إلى الآن نتوقع مثل ما قلت أنه كل جهة لازم تضعها المعايير تضعها اللواعح الداخلية لموظفينا ولكن الحكم كيفية وضعها وما هي المعايير التي تدفعها كل جهة حكومية نحن نثق أنها ستتوافق مع متطلبات كل جهة وبالنهاية كل جهة لها طبيعة نشاطها على الخدمة التي تقدمها ستختلف المعايير من جهة إلى جهة السؤال الذي يطرح مع تطبيق هذه اللائحة خصوصا فيما يتعلق أنا أجد شق نظامي هنا ولو أنه كان قانوني لكن اسمح لي أن أسألك عنه اليوم في النظام من يتحدث أو من يفصح عن معلومات معينة يعني تتعلق بجهته سواء في عقد أو غيره هذا قد تطالى إجراءات قانونية معينة وقد يطالى عقاب معين وفق لاحة التديب الموظفين كيف نفهم اليوم يعني كيف أطبق هذه اللائحة اليوم وأطلب من الموظف أنه يكون نزيه وعادل وفي عندي لائحة تقول لا لا تطلع معلومات لأنه ترى ممكن أن تتعاقب هي أخي جمال الآن اللوائح لن تتعارض حتى لو كان بشكلها لن تتعارض الآن نحن بأصدد لائحة جديدة لائحة تعزز أو تمكن الجهات الرقابية الجهات المكافحة للفساد المطلوب الآن من الجهات الحكومية أن تضع لوائح مثل ما تفضلت سابقا اللوائح ستتزيل أي تعارض ما بينها وما بين مطلبات أخرى بالنهاية لو رجعنا للسؤال نفسه قضية الإفصاح القضية هي مسؤولية مجتمعية مواطنية بشكل كبير اليوم ما تقدر تقول لمسؤول حكومي أو موظف حكومي أنت لا تبلغ عن أي شبهة فساد أو مخالفة إدارية لأنه أنظمة الجهات تعاقبك لا هو مطالب بحكم المواطنة بحكم النظام بالإبلاغ الجهات المختصة عن أي شيء ممكن أنه يلاحظه أو شبهات الفساد الرئيس فأنا لا أرى أن هناك تعارض ما بين عدم الإفصاح لأن الإفصاح له جهة وإفصاح عن أسرار الجهة أو أعمال الجهة الحكومية يختلف تماما عن الإبلاغ عن حالات الاشتباه وإحنا ننتظر اللواح التي يمكن تصدر اليوم للجهات التي تحط إطار لعملية الإفصاح عن تعارض المصالح الإفصاح عن أخلاقيات المتعامل في المجتمع الحكومية شكرا جزيلا لك الأستاذ صارح للمنزل الكاتب الاقتصادي والمختص بشيون التنمية والتوطين متحدثا عن لائحة تنظيم أخلاقيات القائمة المشترايات الحكومية اللي يتقرها مجلس الوزراء مؤخرا وهذه اللائحة ينتظر في تطبيقها قريبا من بين الجهات الحكومية وتقود هذه الجهود وزارة المالية حياكم الله من جديد هذه فقرة محببة لي كثيرا وهي فقرة الاستشارات النفسية مع البروفيسور طارق الحبيب وبروفيسور واستشارية طب النفسية نتحدث فيها ونحاول الإجابة عن كثير من التساؤلات التي تشغل الكثير من المجتمع السعودي نضم معي عبر سكايب البروفيسور طارق الحبيب حياك الله بروفيسور يا مرحبا أستاذ جمال وأهلا بإخواني لعندك المصورين والمخرج فقدناهم كثير والله مع العزل هذا ما تفقد غال إن شاء الله وغمه وتزول بإذن الله يا ربي يا كريم بروفيسور خلينا أبدأ معك من الأزمة التي نحن فيها اليوم شاهدنا وتابعنا يمكن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ينصح كثيرا المتابعين بالابتعاد قليلا عن متابعة الأخبار بكثرة وتحديد الأخبار كورونا أبو غسماء الرأي النفسي في هذا الجانب إذا تكرمت المتابعة الأخبار تعتمد على السماعة الشخصية لهذا الإنسان وعلى مستويات القلق التي عنده وطبعا التوجيه للجام من سعاد الدكتور محمد بن العالي والطريق الصحي بشكل عام هو توجيهه صحيح لكنه عام كيف نجعله محددا حسب الإنسان أن يوجد تضع طريقة معينة للمتابعة مثلا تابع كل ساعة تابع كل نص يوم تابع كل يوم هذه الطريقة الهدف منها البرمجة أن أجعل قدرات هذا الإنسان أعلى من قلقه يعني الهدف من هذه المرمجة أما إذا ما برمجته كلما توترت شوي رحت وشفت التلفزيون كلما توترت هذا يرفع درجة القلق والتوتر فالمتابعة مطلوبة لكن تقنين المتابعة من أجل أن تكون قدراتي أعلى من قلقي ولذلك مثلا جاك بال خليني أروح أجوف لا أنا أرى الساعة 6 وشوف الساعة 9 وشوف الساعة 12 فأثبتها فأثبت على المتابعة بهذه الساعات حتى لو أنا قلقان ما أروح أفتح إلا في هذه الأوقات طيب هذه الأوقات حتى لو مش قلقان رح أفتح حتى تكون قدراتي أعلى من قلقي وهذا هو المطلب النفسي الأساسي في حال زادت اليوم خلينا نقول مستويات القلق عند الشخص هذا اللي قاعد يتابع كيف ممكن يتغلب على حالة القلق؟ كيف ممكن يتخطى حالة القلق؟ للقلق بشكل عام طرق معينة وللقلق العابري هذا طرق للقلق بشكل عام تمرين الاسترخاء بأنواعها المختلفة الأمر الآخر ممارسة الرياضة الدورية بشكل منتظم وأقترع ألا تكون مرة في اليوم لمدة ساعة الأربع التي هي المعتادة في العادة إنما تكون متفرقة لمدد قصيرة حتى لا يشعر الإنسان بالملل الأمر الآخر انتظام الوجبات الأمر الآخر حتى الصلوات يجب أن ينتظم فيها مثلا هو يصلي لكن ما يروح يصلي الظهر مرة ثلاثة ثلاثة مرة يصليها واحدة مرة اثنائش كلها تجوز شرعا أنا تكلم البعد النفسي أثبتها بطريقة منتظمة حتى هذا يساعد علي في برمجة القلق أني قادر على برمجة نفسي فالقلق جزء من نفسي فأبرمجه الوجبات أيضا أوقات النوم وإعادة برمجته هذا القلق بشكل عام جاني القلق العابر الذي سألتني عنه تماما أحدد مصادره فأنقل القلق من حالة انفعالية إلى حالة عقلية ما مصادره على القلق ليش قلقتها اللحظة هل أنا سمعت خبر هل كذا كذا لا تسعى لإطفاء القلق قبل تحديد مصدره هذا مطلب أساسي لأن إذا حددت مصدره اشتغل عقلي فأكون أقوى من القلق فأتجي إلى العلاج بناء على السببية جاي حنا لازلنا في حديثنا دكتور عن الآزمة الحالية وكيف نتعامل معها كثير من الأسر خلال هالفترة يعني عدت فترة الواحد عشرين يوم وإحنا داخلين في مرحلة مقبلة ونتمنى بإذن الله أنها تزول هالغمة بتضافر الجهود الجميع لكن السؤال الأطفال إحنا نتكلم تحديدا في المدن الكبيرة عن شقك عن مساحات صغيرة يكون فيها أطفال الأطفال طبيعتهم يعني فيهم طاقة عالية كيف يمكن للأسر أنهم يسيطرون عليهم أولا نحدد هذا الطفل هل يعاني من مشكلة نفسية أم لا في البداية بعض الأسر عندها أطفال عندهم فرط حركة مرضي أحيانا توحد أحيانا نقص في القدرات العقلية أحيانا في تشتت الانتباه فلكل نوع من هذه الأنواع طريقة في التعامل عندنا الطفل السوي الطفل السوي عرض مثل الكبير للملل ماذا نعمل مع الطفل السوي الطفل السوي التنوية وسائل المتعة رقم اثنين عدم الإطالة في متعة معينة حتى لا يملها فتحترق تلك المتعة زين إدخال الواجبات بين المتعة واجب يا أخي مال للطفل حطوا له واجبات حتى يستلد بالمتعة مش من أجل الواجب مثلا أن يصلي أن يقرأ قرآن أن يعمل بعض الأعمال المنزلية طيب هو مال يا طارق كيف يسوي هذه الأشياء هذه تحافظ على لذة المتعة حينما نقطع متعة السوني أو غيرها بواجب معين يرجع للسوني ومشتال فأنا جعلت السوني يعمل أكثر ليس الفترة هذه فترة تربية أخلاقية كما يظن الكثيرين أو كذا الفترة هذه أن تحافظ على ما حققت وأنبه لها مثل المراهقة كثير من الناس يحقق مع طفلوا شيئا كثيرا دخل المراهقة بيحقق أكثر لا حافظ على ما حققته أنت داخل الآن مفازة صحراء ما تدرش يصير فالمحافظة على ما حققنا نعم بعض الناس قلوا بحفظ أولادي القرآن نصيحة لا راجعوا ما حفظوه أو قرئوهم قرآن تماما الذي يعرفونه تماما حتى نستخدمه كوسيلة على المتعة الأخرى ونحافظ على ما أتقلوه من قراءة القرآن هذه مبادئ أساسية في كسر هذا الروتين الانتظام في وقته والصحيان في وقته الواجبات لأن كل هذه تكسر الملل لأنه ربما الموضوع يطول ربما شهر شهر هذا فايروس حين نمشي وراءه ما نمشي قدامه نسحبه نعم طيب الجزء المهم اليوم يمكن البروفيسور برضو في ظلها الأزمة العلاقة الزوجية في ناس يتحدث اليوم عن علاقة زوجية يمكن أن تضطرد في بعضهم يتحدث عن علاقة ويمكن أن تشعل بالملل هل يفترض أن الإنسان اليوم يحس بزيادة حب مثلاً تجاه زوجته يفترض أن يحس بملل كيف ممكن يتعامل الأزواج مع هذه الحالة؟ في فترة الحجر يمكن أن تزداد العلاقة الزوجية ويمكن أن يزداد النفور الزواجي إذا حدث الإشكالية بين الزوجين أنا متوتر من الضائق من الحجر هي متوترة من الضائقة من الحجر وجاء لمها ورافع صوت أو زعلان منها يا أخي أنا متوترة من كذا طيب أنت متوترة من كذا يبدون أن يضربون هذا خطأ ما الذي يجب أن نفعله؟ لازم أن نوجد مزعج خارجي شلون مزعج خارجي أو مخيف خارجي يجب أن يكون رد المرأة وكذلك رد الرجل تماما على أي توتر يأتي من الطرف الآخر وبالحديث عن كورونا المزعج الذي آلمهم بطريقة مخيفة وليس طريقة مزعجة دائما في لغة علم النفس وخاصة علم النفس السياسي لما يوجد عدو خارجي يتحدى الداخل يعني لو دولتين بينهم حرب مثلا لو الدولة هذه تعيش خائفة من هذه الدولة تجد أفرادها متحدين وهذه نفس الشيء أفرادها مش مضلوا يحبوا بعض لكن وجود العدو الخارجي فدائما لو في الحياة الزوجية والأطفال دائما تذكروا كورونا لا يفقدنا أحد من أحبابنا أو كذا تجد الزوج يلتم على زوجته والزوجة على زوجه حتى مع الأطفال فإحياء درجة يسيرة من القلق تدفع إلى التكاتف وليست شديدة تدفع إلى التوتر الشديد لنسبب مشكلات يؤدي إلى زياد مستويحة الزوجية أما إذا جلسنا يطول العمر نذكر عيوبة الحجر المنزلي ونذكر مزايا الخروج سنثألم أما لو فعلنا العكس ذكرنا مزايا الحجر المنزلي وعيوب الخروج تقول كيف عيوب الخروج؟ الخروج كله وناسة الخروج يا سيدي الإصابة بكورونا ربما الموت بسبب كورونا تماما الخروج هو عسيال للنظام المدني الخروج الخروج أعد سلبيات الخروج بالنسبة للبقاء في المنزل ومزايا الحجر المنزلي أن ربي يحفظني من كورونا هذه الفترة ربما عندي أعمال منجزت فرصة أنجزها وأخلصها أو ما شابه ذلك تماما لكن نريد أن نرسل رسالة كثير من في مساكن صغيرة شقق في بعض المباني يتزاورون هذا ما حقق التباعد الاجتماعي العزل ليس أي نعم العزل وهذا من الأخطاء اللي يقعون فيها الناس لاحظت أيضا من الأخطاء يقعون فيها بعض الناس في المناطق التي فيها حظر جزئي تماما أنهم وقت عدم الحظر ينطلقون ويرحون يمين يساعد هذا يضر أكثر ليش؟ لأن الشعب الذي ينفرد بـ 24 ساعة منطلق ينطلق في 6 و 8 ساعات صار مركز فصار نقل العدوى أكثر يجب على الشعب أن يأي رسالة وزارة الصحة والدولة أن هذه الفترة مسموح لمن هو مضطر ويراعد تباعد الاجتماعي خارج بيته ويخرج المثل هذا نعم أما غيره فلا تخرج فالحظر الجزئي ليس معناه الخروج خارجها إذن فكرة المرض يجب أن تتضح الأمر الآخر إذا وجدت أحد من عيالك أو زوجك ما عنده خوف من كورونا يجب أن نحي الخوف الناس يكون خففوا عن ناس الخوف فأنت يطار تزود نعم الخوف يطيب العمر نوعان أو القلق نوعان هناك القلق الدافع إلى ماذا إلى حمايته نفسي أحتاض وهناك القلق الدافع إلى ماذا إلى الخوف المرعب الذي يؤدي إلى الإحباط نبغى الأول ولذلك الخليج بشكل عمعاش فترة في بدايات ما هو فاهم المرض جدا رغم أنه رزارات الصحة في الخليج كلها كانت تنبه بقوة تماما لكن الحزم الذي جاء من الأمن أقدم له أجمل تحية جعل يضبط بعض الناس الذي لم يدرك ذلك الخوف فرفع نسبة الخوف عنده ربما من الضوابط الأمنية ولم يرفع ربما لأنه لم يرفع عنده الخوف من كورونا نفسه من البعد الصحي يعني أفهم من حديثك بروفوسور أنه كورونا قد يكون في عامل إيجابة أن يزيد الحب بين الزوجين نعم إذا استطاعت المرأة من أن جاء الزوج مثلا قاعد أنت فيك وما فيك يسم مبشر والله أني مقصر وأنا والله مهما سوي ما قوم بواجبك ليس خضوعا أو ضعفا إنما إدارة ذكية للحياة الزوجية هذا كورونا اليزعجنا والذان وعسى الله يحفظك والله أني يفكر ذائم فيك في العيال أنا أنبه إلى كورونا إلى ذلك المزعج الذي هو مزعج ومخيف له والذي قد يكون أحيانا سيكولوجية ماذا؟ سيكولوجية الإزاحة يزيح همه على هذه الزوجة ما استطاع على كورونا ضع على الزوجة فأنا هنا أرجع ذلك الإزعاج الذي عنده وأوجهه إلى من؟ إلى كورونا وليس إلي أنا نفس الشيء الزوجة وزوجته طيب الجزء المهم بروفوسور نحن على أعتاب رمضان ورمضان نحن كشعوب يمكن خليجية وعربية تعودنا أننا نعيش فيه عادات اجتماعية معينة فيه ألفة معينة فيه روحانية معينة كيف يمكن أن يتعامل الناس اليوم مع رمضان في ظل المنع منع التجول القائم ما هي رسائلك لهم؟ يستطيع الإنسان أن يوجد ذات الروحانية ربما تزيد فمثلا إنشاء مسجد داخل البيت ويعتقون ويصلون جماعة وربما الإنسان لم يصلي سابقا في حياته جماعة مع أهله لأنه يصليه وزوجته وبناته هذه نشاط جديد بعض الناس يريد متعة أحيانا ابتكار الأنشطة هي درجة من المتعة التي تخفف عنك الألم تخفيف الملل هو متعة بعض الناس يحسب المتعة أنه يريد يضحك إلى الفجر تخفيف الألم تخفيف الملل تماما إدارة الملل يجب على الإنسان عنده أربع أركان في إدارة الملل ما المدخلات في الملل ما المخرجات من الملل ما مطورات في الملل ما مقصرات الملل وقس عليها السعادة أو البهجة ما المدخلات في السعادة؟ ما المخرجات من السعادة؟ ما مطولات السعادة؟ ما مقصرات السعادة؟ إذا جيت شعرت بسعادة شوي أبحث عن المطولات فأركز عليها وعن المقصرات أبتعد عنها وعن المخرجات أفضل أن لا تأتيني تماما نفس الشيء في الملل جاءني ملل أفضل قبل الملل عن مدخلات الملل والمخرجات أبحث عنها والمطولات أخاف منها والمقصرات أيضا أحرص أنها أركز عليها في تفكيري حتى يقل ذلك الملد كي أكتب هذه القوائم الثمان متى في أيام الهدوء لما يكون ما عندي ملل ولا سعادة أكتب هذه القوائم المتنوعة فأستطيع أن أحقق السعادة والراحة لقدر الإمكان جي أعود بس معك دكتوري لجزء مهم جدا وهو الأزمة القائمة الآن في كثير من الحالات التي شفناها يمكن خلال الأيام الماضية يعني عن تريات وتحدي لرجال الأمن إطلاق نار عشوائي تعدي على حرومات الأشخاص والحمد لله أن جميعهم تم القبض عليهم السؤال الذي أنا أطرحه أمانة ويمكن أن أطرحه كثير من المشاهدين اليوم هؤلاء الشباب في ظل هذا المنع ويمكن استدراكا لحديثك في بداية كلامك لما كنت تتكلم عن حجم الأزمة الآن حاليا هل يعاني هؤلاء الشباب من اعتلال نفسي؟ أحيانا بعض الناس يطلع العمر يكون عنده الطرابة في الشخصية الطرابة الشخصية سيديه على عدة أنواع هناك الطرابة الشخصية الحدية المزاجية إذا انقلب المزاج ممكن يتخذ قرارات لا تليق بذلك الإنسان هناك الطرابة الشخصية شبه الفصامية يسلك الإنسان سلوكيات غريبة وأفكار غريبة الإشكالية في سماته الشخصية هناك الشخصيات السايكوباتية الإجرامية تستغل هذه الأزمات لمنافسة إجرامها تماما بعض الناس عنده سرعة الاستثارة لما يمر عند رجل أمن وهو يؤدي رسالته استثارة هذا يجب علينا أن نؤدبه والأجمل في الدولة أنها سرعة التأديم قبل شوي أنها سمعت إقامة حد معين حد حرابة فيه أحد معين أنا ما أدلوش القضية كانت فسرعة إنجاز الحدود هذا الشيء عظيم حقيقة لأنه يثبت أن هناك قرارات حازمة وأنها فاعلة وأنها تنفذ تماما كل هذه الأمور هي أسباب أحيانا بعض الناس وهمهم مستبصل بالمشكلة تماما وبعضهم لا ربما عنده سماته الشخصية النرجسية وعنده سناب ولكن لو يستعرض بعض الأمور ما هو ذلك أن القضية قضية آن وطني قضية صحة أمة قضية دولة تماما وهذا طبيعي ترى في كل المجتمعات أن يأتي بعض الشداد في فترة عابرة ثم تأتي ردة الفعل الحازمة القوية فتؤدب مثل هذا لو عديت اليسار الوطن السعودية لا يقارنون بما يحدث في الدول الأخرى تماما القيادة الصحية والقيادة الأمنية أدت دورها بامتياز في ضبط مثل هؤلاء وهم ندرعون الله الحمد شكرا جزيلا لك البروفيسور طارق الحبيب البروفيسور واستشاري الطب النفسي لكل هذه المعلومات والإضاحات حول كيفية التعامل اليوم داخل المنزل وخارج المنزل تجاه هذه الأزمة كيف نستقبل رمضان كيف نتهيئ لرمضان كيف نتهيئ أيضا للعلاقة الزوجية وكيف نسيطر أيضا على أطفالنا والسؤال الأخير كان حول بعض التصرفات الشادة لفئة محددة تحاول اليوم بشكل أو بآخر تقويض كل هذه الجهود الحكومية التي تعمل فيها كل الجهات من أبطال صحة من أبطال أمن من كل الجهات المعنية التي تسعى اليوم إلى الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع السعودي فاصل ونعود حياكم الله من جديد اعتدنا بأن الفن هي لوحة جميلة ومشهد تمثيلي بأداء رائع كسرت تلك القاعدة على يد معمارين سعودي قدم في وسائل التواصل الاجتماعي مبنى سكني عمره 27 عاما كلوحة فنية بريشة رسمها معاذ أسطى بمحافظة ينبع الذي ينضم معنا عبر سكاي حياك الله معاذ الله حييك أهلا وسهلا فيك وشكرا أستاذ جمال على الاستضافة وأحب أمسي عليك وعلى الأخوة المشاهدين الله حييك نحن شكرين لك تلبية الدعوة معاذ خلينا ندخل في الموضوع مباشرة يعني الثريد اللي نزلتها أو مجموعة التغريدات اللي نزلتها عن طريقة ترميم المنزل حصدت كثير من من الإعجاب وحصدت كثير من الحمد لله من التفاعل أبغى أسألك بداية وهذا السؤال يمكنني أن أسألك إياه كل الناس أيهم أسهل الترميم أو البنى من جديد طبعا أحب أذكر في النقطة هذه أنه مجالنا واسع ومجال العمران فيه أشياء كثير من ضمنها الترميم الترميم تعتبر من أصعب الأمور اللي ممكن يشتغل عليها المهندس المعماري لأنه يحاول أنه يتعامل مع شيء غير واضح المعالم بالذات الأشياء المخفية داخل المبنى فالترميم فعلا هو شيء ما هو سهل صعب يحتاج وقت يحتاج دراسة دقيقة لماذا لجأت طيب الخيار الترميم يعني ويش الأسباب اللي خلتك ترمم الأسباب اللي خلتك ترمم أشياء كثيرة يعني لو نحصرها من البداية هو مبنى احنا عشنا فيه من الصغر وشخصيا أنا وانا صغير وقفت معه مع الوالد الله يرحم هو كان ابني المبنى فتعاصرت المبنى من سنة 93 هو ينبني وعشنا فيه طيل السنوات الماضية السبع وعشرين عام فبحكم علمي بجودة المبنى وعارف أنه طول الفترة الماضية ما حصل فيه أي مشاكل فنية فأعطاني الحماس أنه أنا أخطو الخطوة هذه طبعا بالإضافة أنه أنا أسكن في حي موجود فيه جميع قاربي وأحبابي وجيراننا اللي تعودنا عليهم وعشنا معهم سنوات طويلة بالإضافة إلى الذكريات اللي عشناها في المنطقة فالصعب أن الواحد يخرج من المكان بهذه السهولة فمن هذا الوقت أنا بدأت أدرس الوبع وأتأكد أنه هل المبنى قابل للعمل وبعدها أقيم هل التكلفة ستكون أقل أو أكثر فبعد دراسة تفصيلية للمبنى تأكدت أن حالته سليمة في جميع التخصصات سواء كانت سباكة أو كهرباء أو إنشائيا ومن بعدها قررنا أن نبدأ العمل وطبعا بدأ العمل في بداية 2018 استغرق العمل سنتين تقريبا وكنا عايشين فيه وكان هذا هو التحدي كنا موجودين في نفس البيت واشتغلنا طول سنتين وإحنا موجودين معاذ أنتم بداية العمل في المنزل أنا أتكلم عن تحديدا يعني دائما التساؤل اللي عند الناس المقاولين جودة المقاولين جودة العمل جودة المواد هذا الشيء وشلون تخطيته طبعا بحكم عملي وخبرتي الطويلة في مجال في قطاع البناء والتشييد أنا خبري تقريبا 16 سنة فعندي الإمام الكامل بهذا الموضوع والعمالة موجودة في كل مكان سواء كان في مدينة صغيرة ومدينة كبيرة لكن الإشراف الهندسي بالشكل الدقيق والتصميم المسبق هو اللي سيعطينا النتيجة اللي احنا شفناها فما في شيء صعب وما في شيء مستحيل إذا كان فيه طاقم إشرافي متكامل معاذ فيه كلام الآن عن وسائل البناء الحديث طرق البناء الحديث أي طرق البناء الحديث اللي اليوم استخدمها معاذ في بناء منزله طبعا من الأشياء الأساسية المهمة الآن هي تعتبر من الاشتراطات اللي مطلوبة من البلديات وجود العزل وأنا كان هذه نقطة مهمة بالنسبة لي أني أنا كيف أوفر في المبنى ففعلا الحوائط الرئيسية اللي هي تعتبر الخارجية عملتها معزولة بالكامل عزلت السكف من أول وجديد واستخدمت أحدث المواد فيها بالإضافة أني أنا حولت المبنى من مبنى معزول تقنيا إلى مبنى ذكي الآن المبنى أنا أقدر أسميه يدرى ويكتب المبنى يعرف مين داخله ومين طالع منه يعرف متى وقت الشروق ومتى وقت الغروب بيسق الزرع أوتوماتيك بيرفع الستاير وينزلها في أوقات النهار وفي الغروب بينزلها فهذه كلها أنه إحنا كيف نخلي المبنى معاصر ونقدر نعيش فيه في الوقت الحالي كنت تركز كثير معاذ حتى في الصور أنا شفت الثرد كنت تركز تحديدا على الإضاءة وعلى وجود مساحات خضراء ليش؟ نعم طبعا إحنا مع الوابع الحالي اللي إحنا بنعيش فيه في جميع البيوت في دول العالم الوجودة متنفس شيء ضروري وهذا من الأشياء المهمة المعماري يكون حريص وقت التصميم وقت ما يتلس مع العميل أنه يوفر المكان اللي يتنفس فيه العائلة وجود الخضار في المنزل سواء كان بالداخل أو بالخارج شيء ضروري اغتباط الإنسان بالبيئة المحيطة شيء جميل الإطلالات من الفراغات الداخلية وخاصة القلب النابط للمنزل اللي هو غرفة المعيشة أو صالة المعيشة اللي نحن نجلس فيها ونربي أولادنا فيها ونعيش جميع الذكريات في هذا المكان يكون إطلالته فعلا تستحق أن واحد يقضي فيها 8 ساعات في اليوم أقل شيء طبعاً نحن الآن بوضع الحجر نعيش فيه وقت أطول فأنت استفدت يعني يعني أنا ما أبغى أقول لك جاب وقتها يعني إن شاء الله أنه هالغمة تعدي علينا كلنا بخير إن شاء الله يا رب لكنه أنا أعتقد أنك استفدت كثير من المساحات لك خلينا أسألك عن جزية مهمة هي قضية الإضاءة فيه كثير من الأراءة تقول لك أنه نحن في مكان أو بيئة حارة بعض الشيء يعني درجة الحارة توصل عندنا 65 وأنت في ينبع زي ما فهمت يعني نعم كيف تغلبت على هذا الشيء وهل بالفعل هذا يأثر اليوم عليك كساكل للمنزل طبعاً هو في الوضع الراهن الآن التقنية تطورت كثير وجود العوازل فعلاً صار يعتبر فعال سواء كان في الحوائق أو كان في الزجاج مهما كبر الزجاج الآن فيه أنواع كثيرة وفيه بتناول الجميع سعرها ما هو غالي لكن بيعطيني فعلاً أنه إطلالة جميلة ما بيدخل عليه حرارة بيدخل ضوء الشمس طبعاً دور التصميم المعماري رئيسي في أنه يوجه المبنى التوجيه الصحيح بخصوص الإضاءة والتهوية فهذه كلها وطبعاً فيه حلول ثانية اللي هي كواسر الشمس وأشياء كثيرة سنعملها على ساس ما تكون إشاعة الشمس مصلطة بشكل رأسي أو مباشر على داخل المبنى فهذه لازم تدرس والآن متوفرة جميع على الخدمات التي نستطيعها في المبنى ونحل الإشكالية هذه طيب فيه مدارس المعمارية هذا اليوم موجودة فيما يتعلق بالبناء مدارس كلاسيكية مدارس مودرن زي البيت اللي أنت عملت عليه نعم كيف تشوف ثقافة البناء عندنا ثقافة التوزيع توزيع المبنى ثقافة التخطيط هل هي ثقافة تحتاج إلى إضافة مزيد من العناصر المعمارية اليوم هل المشكلة اليوم أو التحدي اللي يواجهك أنت كمعماري هو في اختيار أي نمط أفضل أو المسألة لها على قبل بالأذواق هو صراحة في الفترة الأخيرة لو نتكلم في الأربعين سنة الماضية من وقت ما بدأ الناس تطلع من الأحياء القديمة وبدأت تطلع تبني مبانيها اكتشفنا في هذه الفترة كانت المباني تتكرر بشكل غريب وكلها بنفس النمط وإحنا شكلنا هذه المباني والمباني للأسف أنه الآن اكتشفنا أنها غير صالحة للاستخدام الكامل إذا جازنا نسميها غير مؤنسنة يعني تشوف خرسانات بلك صحيح بالضبط فهي خرسانات فرغات كثير مهدرة بدأنا بنعمل غرفتين مجالس مكفولة وبعدين صارت نص دور ووصلنا إلى دور كامل مهجور وطبعا هذا يستنزف الأموال والتشغيل والتنفيذ والتصميم طول الفترة هذه بيكون مكلف جدا لأن في الأخير لا نستخدمه في أيام كثيرة في بعض العوائل أو بعض البيوت معروف أن هذه البيوت بيجتمع فيها الأسرة أو الأصحاب هذه لها حالة خاصة لكن بنتكلم على عامة المنازل السعودية أو الخليجية كان فيه هدر كبير وكان فيه عدم دراسة المساحة لكن الحمد لله في فترة الأخيرة كان فيه توجه جميل في الفترة الماضية أنه كان متوسط مساحات البناء ومسمية المشتر مربع كإجمالي وهذا مؤشر جميل أنه الآن بدنا نستشعر بالمساحات الحقيقية التي نحتاجها وأتوقع أنه الآن مع الأزمة عرفنا احتياجاتنا الحقيقية المواد البناء إلى أي حد اليوم خلينا نقول تحد اليوم من مساحة المنزل من شكل المنزل من تصميم المنزل هل هناك علاقة بين المواد المستخدمة في البناء والتصميم؟ لا أبداً المواد نستخدمها كتوظيف جمالي ووظيفي بعضها ولكن هي غالباً للجمال فالمواد بالعكس هي كلها مواد تكسية أهم شيء صناعة الفراغ المعماري هو يصنع الفراغ ونخلق الفراغات هذه على اساس أنها تكون مناسبة للإنسان واللي رفع جودة الحياة ولكن الخامات والتلبيس والشغلات هذه كلها مجرد قشرة تختلف من ذوق لآخر وهي مجرد إبرازة جمالة المعماري حولت بيتك معاد من بيت تقليدي كلاسيكي البيت ذكي ذكي تقنياً لأي حد هذا خفف عليك التكلفة؟ هل فرق معاك على سبيل المثل في استهلاك الكهرباء أو في استهلاك المياه؟ هي عموماً أن البيوت الذكية لا تخفف كهرباء قدم أنها تكون سهلة لك الاستخدام ممكن تخفف بشكل جزئي لكن لا نستطيع أن نتخفف بشكل رئيسي يعني مثلاً بعض الأحيان ننسى الإضاءة الخارجية والنام ونصح الصباح نقفلها النظام الذكي تحدد له أوقات مثلاً في إنارة ساعة 12 بالمساء تطفي أوتوماتيك أنت موجود خارجاً مملكة داخل المملكة بتطفي بيتشرق الشمس بتطفي على طول بعض الإضاءات الخفيفة التي تكون داخل المبنى وخارج المبنى مثلاً السخانات السخانات الطاقة الشمسية هذه فعلاً موفرة لكن هذه نتكلم عن بند واحد من بنود كثيرة نتكلم مثلاً للري الري يعطيني مؤشرات كم لتر أنا بستهلك في اليوم للري فمنها أقدر أستشعر وأعرف أنا كم أصرف في البيت ومنها أقدر أخفض هو أصلاً يعطيني دراسات وبيشوفي استهلاكي وبيرد علي فهو أصلاً المبنى الآن صار فيه عقل أو دماغ إلكتروني بيقرأ تحركاتي وبيقرأ استخدامي حتى لو حصل يوم لقدر الله التسريب في المياه بيعطيني خبر بيقولي ترى فيه تسريب وهذه الأشياء السابقة كانت مكلفة جداً لكن الآن بدأت ترخص وتصير في متناول الجميع طيب نحن بمن أننا نتحدث عن العقل والتقنية يبغى ليسألك هو السؤال المهم الذي يسأل لكل اليوم التكلفة هل التكلفة كانت مرتفعة؟ يعني كم بلغت التكلفة للترميم كامل معاذ؟ بالنسبة للمبنى الذي أنا نفذته طبعاً الترميم هو مجال كبير وواسع وصعب أن نتكلم على الترميم كناقد وكمثال وأن نبدأ نكرره في مباني مكررة لو نأخذ مثال مبسط السيارة الآن لو جيت أشتري سيارة جديدة السعارة معروفة وتتراوح من كده لكده حسب البلد المصنع والبراند لكن لو جيتنا نتكلم على السيارات المستعملة ستذهب ونقيمها ندخلها للورشة ندخلها للوكالة يشوف فحصها ويبدأ منها يقول لك أن هذه تكلف كده هذه كحالة السيارة لكن بعدها أنا بأخذها وصلحها وضبطها وبجملها ممكن أخش في تكلفة ثانية فالمبنى لازم أول شيء نتأكد من صحته هل هو صحيح؟ هل هو يستحمل نستخدم 15-20 سنة ثانية؟ هنا نبدأ نقيس نقيس التكلفة هذه أنه هل فعلاً بيعيش معنا أو لا؟ بعدها نبدأ نتكلم على طلبات العميل هل العميل يبغى يغير بالكامل؟ يغير جزئه؟ حيكون فيها دراسات لطلباته وبناء على طلبات هذه حتقاس التكلفة طبعاً أنا بالنسبة لمبنى حقي فأنا مختلف لأن التصميم كان مجاني الإشراف مجاني المقاولات المجانية بحكم أن أنا بعملها بنفسي فهذه سقطت وهذه جزء كبير ويكون عبء كبير في الترمية فبناء على المثال حقي أنا كان فعلاً أوفر كثير من أن أبني مبنى جديد لكن نحن ممكن كم تقريباً بلغت التكلفة الإجمالية لعملية الترميم كاملة معاد؟ يعني ممكن نقدر نقول أن المبلغ الذي اندفع مستحيل يبني مبنى جديد هذا اللي أقدر أضع لك فيه طيب أنا أترك لك الخيار بهذا بس أنا شاكل لك جداً وشاكل نصاح وشاكل كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا ومعاد شكراً لك لا شك أن العمل الذي قمت فيه أنا بالنسبة لي يعني عمل جمالي عمل فني يبعث فيك كثير من الروح أمانة لما تشوفه وتشوفه التفاصيل والاهتمام بالتفاصيل اللي كان معاد يعمل عليها بذلك نصل الختامي هلا إلى اللقاء اشتركوا في القناة